أنا لما أتكلم عن هذا المسلسل أنا بروح للناحية الثانية أنت قبل شهر تكلمت عن هذا المسلسل بكلام كان شوي يعتبر قاسي المقاطع اللي حنا شفناها خلينا نعتبرها أنها تشويق للمسلسل شو مشكلتك معها؟ أخوي عبد الله أنا قبل شهر فعلا تكلمت 30 نوفمبر 2020 قبل أن ينزل المسلسل بست أيام سبع أيام قلت يا جماعة المسلسل وأتحدث عن المسلسل والمقطع انتشر كانت شار النار بالهشي مامس صراحة وأعتقد الجميع شاف الكلام اللي قلته أو سمع الكلام اللي قلته في ذاك المقطع في أشخاص يقولون راكان طيب كيف تكلمت قبل أن ينزل المسلسل هل أنت شايف المسلسل أو لا؟ أنا ما شفت ولكن حنا في نجد نقول ليالي العيدة بان من عصارية لما الكاتب والأشخاص بشكل عام يعني سواء الكاتبة السورية الكاتبة لنسلسل السعودي هذا سورية أي سورية الجنسية أنا والله ما مقصد أني عنصري ولكن هذه جنسيتها بالعكس سوريا ولادة وفيها نجوم وفيه كتاب ولكن مشكلتنا أنه المنتج السعودي الآن قاعد يستقطب وأنا أعتدر على هذه الكلمة لو كانت قاسية رجيع الكتاب من شتى أو رجيع المخرجين والكتاب من شتى يعني بلدان العالم هذا حاصل طيب هل هذا ممكن أنا أخذ له مخرج أنه يعني أنت أجي أنا متضايق فأريد أن أجيب شيء على القد تجيب شيء على القد وتطلع بشكل مشوه ولا يعني تحشم نفسك وما تجيب شيء أبدا أنا أرى أنه تحشم نفسك وما تجيب شيء أبدا ولا تنتج مسلسلات مشوهة خصوصا أنه هذا المنتج تحديدا معروف من منتج المسلسل ما أريد أن أقول اسمه ولكن تعودنا من إنتاجاته مسلسلات مشوهة ممكن لو أقول اسم إسمين مثل مسلسل الميراث وعدد المسلسلات الأخرى هي مسلسلات مشوهة ولا تعكس واقع المجتمع السعودي ولا ننتظر شخص يسوي مسلسلات تعكس واقع المجتمع السعودي عندنا واقع جميل عندنا رؤية جميلة عندنا إنجازات جميلة وينها عن المسلسلات وينها عن الأعمال ليش نبحبش بقضية ونصنع قضية ونلصق هذه القضية بظهر المجتمع السعودي هل زواج المسيار كان قضية رأي عام بيوم الأيام بالسعودية لا أذكر صراحة نهيك على أنه نخلق هذه القضية أي نعم في حالات هنا وهناك ما أقول لك حن المجتمع حن ملائكة لا في حالات ولكن هل هي قضية رأي عام قضية شارع نهيك على أنه نلصق هذه القضية بمجتمع السعودي هذا غلط واتشويه المجتمع را كان أسألك عن الطفل الذي ظهر في المسلسل يعني فنيا هل يجوز أن الطفل يعني يتكلم هذا الكلام ويشارك فيها الإيحاءات وبهذه الصورة هل يجوز خلينا سينمائيا يجوز والله لو يجوز ما كان الناس استنكروا المشهد هي بالنهاية ذائق عامة يعني حنا شايفين مسلسلات كثيرة أجنبية لا سيما مع الانفتاح الحاصل الآن زي ما قلت أنا ولكن مع ذلك حتى في المسلسلات الأجنبية الغربية اللي عندهم أجندة مختلفة عندهم إديولوجيا مختلفة تماما عن الإديولوجيا في مجتمعنا مع ذلك تستنكر هناك في مجتمعنا المحافظة ركام باختصار بماذا وصفت بعض الحسابات الأجنبية أنه في مسلسل سعودي يسوق البيدوفيليا نعم هذا في حسابات أجنبية سوقت أنه في مسلسل سعودي يسوق للبيدوفيليا نعم هم مش عارفين يعني تفاصيل الحالة أنه الكاتب غير سعودي والمخرج غير سعودي هم يعني شايفين المسلسل السعودي طيح ففي حسابات أجنبية قالت أنه هذا المسلسل المسلسل السعودي يروج للبيدوفيليا أنا ما رح أقول تعريف البيدوفيليا لأني والله أستحي طيح ما أدري إذا يستحون منتجي المسلسل أم لا ولكن تقدرون يعني تبحثون عن البيدوفيليا نحن للجميع التقدير ولكن نحن لما نتكلم هذا الكلام نتكلم أنه غيرة على حتى منتجينا السعوديين عموما